اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء إذن هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي من خلف المكروفون وفي التنسيق معنا اليوم شيمة تناك وعندنا في الأخراج عيسى سبيل مستمعين مناخذكم في جولة سريعة لأهم الأخبار لكن قبل ذلك خلونا يذكركم بأن 31-12-2016 هو آخر موعد لتأمين يجب على الجميع أن يؤمنوا جميع الفئات العمالة التي لديهم لأن بعد 31-12 سوف تكون هناك مخالفات وقلنا لكم هذه المخالفات كم قيمتها وشو هي بالضبط وكيف أنكم أنتم تحاولون قدر الإمكان أن تأمنون جميع العمال سواء كانوا طبعا هذه المخالفة للأفراد الشركات دخلوا في المخالفات مفروض أن نخلصوا فموضوع التأمين وايد مهم يا جماعة الخير وهي مش غضية أن المخالفة بس لا هي غضية أن الواحد يوجد لنظام يعني يحمي كذلك إذا صار يعني لا سمح الله ويحتاج أن يدخل حد من العمال عنده الله بس من المستشفى لا سمح الله يعني ففيها تكاليف كثيرة طيب اليوم يدشن معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيط الصحة بدبي مبادرة القراءة للمستقبل في أبراج الإمارات وذلك من خلال طرح مجموعة كبيرة من الكتب الورقية والإلكترونية لكي تصبح في متناول الجميع وذلك طبعا تماشيا مع جعل عام 2016 عاما للقراءة أيضا تزامنا مع اليوم العالمي للتغذية والشهر العالمي للتوعية بسرطان التدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام وتعزيزا لدور الخدمة الاجتماعية في دعم مختلفات المجتمع ومنهم المريضات المتعافيات من مرض السرطان تنظم شعبة الخدمة الاجتماعية ومكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي يوم غد إن شاء الله في قرية البوم السياحية مبادرة بعنوان إفطار بأنام الوردية في تفعيل هذه المناسبة العالمية يعني يعطيها الطابع الاجتماعي ومن هذا المنطلق يعني يأتي تنظيم هذه المبادرة الاجتماعية الصحية للعام الثالث للموظفات في هيئات حكومة دبي والمريضات المتعافيات من مرض السرطان للموظفات في حكومة دبي والمريضات المتعافيات من مرض السرطان اللواتي يتمتعن بحس الذوق والإبداع والابتكار في الطبخ وذلك لإبراز هذه الموهبة والهواية من خلال مسابقة في يوم مفتوح بإعداد وجبة أو طبق فطور مباشر أمام الحضور وتحفيزا لروح المشاركة والتنافس سوف يتم أيضا اختيار الطبق والموظفة الفايزة يعني هذه مثل مسابقة داخلية يعني بالتزامن مع هذا اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي طيب في عنا خبر يقول هل تعلم أن السلفي تضر بصحتك؟ من المعروف أن للتكنولوجيا المنتشرة بكثافة اليوم مساوئة متعددة فتوافر جهزة الاتصال الذكية التي تضم عدسة كاميرا متطورة وارتباطها بمواقع التواصل الاجتماعي سهل الأمر على الكثيرين ممن يحبون التقاط الصور لأنفسهم ثم مشاركتها عبر موقع ماي سبيس والفليكر والفيسبوك تويتر انستجرام وانتشار ظاهرة السلفي بين الأطفال والمراهقين هو أمر طبيعي في سياق تطور الأجهزة المتوفرة بين يدهم ولكن لاستخدام هذه الأجهزة والتقنيات بشكل يومي ومتكرر أضرار على الصحة فوفقا للدكتورة في الطب الرياضي في جامعة تكساس الأمريكية وبحسب ما نشره موقع هيلث هذه الدكتورة اسمها جوسلين سيزيتو يعني تقول أن العديد من الناس الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ويأخذون صور لأنفسهم بكثرة يعانون من آلام متعلقة بالتكنولوجيا مثل الأوتار المشدودة تشنجات في أصابع اليد وهنا ثلاثة نواع من انصابات التكنولوجية التي عليك توخي الحذر منها الكوع المتشنج عند أخذ الصورة الشخصية عادة ما تحاول عثور على أفضل زاوير وجهك وتنسى آلام المفاصف هذه العملية غالبا ما تأخذ ما بين 10 إلى 15 دقيقة لكي تحصل على صورة تقتنع بها كليا وبينما أنت تحمل جهازك الخليوي تكون عضلات يدك التي تساعد في تحقيق الاستقرار والتوازن متشنجة ومتصلبة وعلى المدى البعيد يؤدي ذلك الارتخاف في أعصاب اليد وأوجاع مزمنة أيضا من الأمراض الإبهام الملتوية مهما كان السبب وراء استخدام الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية خاصة جهاز الخليوي لا يمكنك أن تتخلى عن استخدام متكرر للإبهام والمشكلة هنا أن التمرير الضرب الكتابة يرهق الإبهام ويسبب التهابا في الأوتار والآن يعني صار لفترة أحس بويع فيدي يمكن بعد من تلفونات بس ما أصور وايد سيلفي أصور سنابات وايد عموما يقول لك ما هو الوقت الأفضل للاستحمام تحير المختصون كثيرا للإجابة على السؤال الذي يطرح دائما وهو ما هو الوقت الأفضل للاستحمام صباحا أم مساء جاء الرد أخير من جامعة هارفورد التي استخلصت إجابة منطقية لهذا السؤال فاعتبرت شيري كارسون أستاذة محاضرة أستاذة ومحاضرة في علم النفس في جامعة هارفورد أن الاستحمام في الصباح يساعد الإنسان على الاسترخاء ويجعله أكثر تركيزا وإبداعا خصوصا عندما تكون الأمور في العمل مرهقة ومشحونة بالضغوطات وفق ما ذكر موقع الاندبنتد أما بالنسبة للاستحمام ليلا فقد أشار الدراسات أخرى لأن الاستحمام قبل النوم يساعد الأشخاص الذين يعانون من أرق خلال محاولة النوم براحة وهدو لأنه يقلل من مستويات الكورتيزول المرتبطة بالتوتر كما أكد أطباء الجلد أن الاستحمام في المساء يساعد في الحفاظ على نظافة الجلد من الملوثات والأوساخ التي تتراكم طوال اليوم وينظم درجة حرارة الجسم فيساعد الإنسان على النوم بسهولة لذا فإن تنظيم وقت الاستحمام ليتناسب مع مستويات التوتر ومواعيد العمل ونمط حياتك هو الحل والإجابة الصحيحة للسؤال المطروح يعني أنا ما أتريح هنا نسبح في الليل ولا الصبح ما قالت فتقول يعني أنت نظم وقتك تبغي تتنشط في الدوام وتخفف من ضغوطات العمل سبح الصبح عندك أرق ما ترقد بشكل ممتاز تسبح وين المسه شكرا على الدراسة الجميلة عموما مستمعين نحن متواصلين معاكم إن شاء الله بعد الفاصل عندنا فقرات كثيرة منها بعض الأمور اللي من صلت الضوء عليها إن شاء الله في القادمة من الحلقة وأيضا بيكون معانا يعني الضيف الرئيسي في البرنامج اليوم أو في حلقة اليوم الدكتور عصام الظهيرة خصائي أمراض الدم الوراثية بمركز الثلاسيمي وأمراض الدم الوراثية فاليوم هذا موضوعنا الرئيسي بيكون وعندنا تغطيات خارجية كذلك فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا أيضا للتواصل معنا مستمعين على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الأرقام 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن للتواصل معنا مستمعين على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 الآن يعني تقام فعالية سموها فعالية الأمل ليش سموها فعالية الأمل شو هي هذه الفعالية وشو اللي تحتوي هذه الفعالية معانا عبر الهاتف الأخت رشة اسماعيل هي ممرض أول قسم برامج خدمات صحة المجتمع حياة الله معانا يا رشة أهلا فيك أهلا وسهلا يا هلا رشة خابرينا شو عندكم شو هي الفعالية ليش سميتوها فعالية الأمل ووين تقام وحق منه هيئة الصحة بتنظم هذه الحملة من سنتين من السنة الماضية وهالسنة في نادي ذعبين للسيدات الحملة هي حملة توعوية بسرطان السدي تنظمها هيئة الصحة قسم برامج خدمات تحت المجتمع بنركز فيها أكتر على الموظفات من الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة دبي في نوع من الجولة الألفة والتعارف مع بعض إحنا فضلنا أنه نجيبهم عنا هنا نجمعهم كلهم مع بعض على أساس يتعرفوا على بعض وبنفس الوقت تكون حملة توعوية لجميع الفئات من المجتمع يعني كم عدد المشاركين ما بين السنة الماضية وهي السنة تقريبا السنة الماضية كان تقريبا 200 أتوقع العدد اللي داخل الصالة أكثر من 250 أكثر من 250 طيب شو البرنامج اللي عندكم اليوم أولا بلشنا به جلسة حوارية هاي الجلسة من قبل طبيبة مختصة في سرطان التادي من مستشفى دبي وخصائية أشعة وماموغرام وخصائية إعادة تأهيل ومتعافيات من سرطان التادي وبنفس الوقت هالمرة عزمنا أهل هذول المتعافيات عشان يقولولنا ويتكلموا مع الناس عن تجربتهم مع المرض ورحلة العلاج زميل طيب غير الجلسة الحوارية في شيء ثاني بعد في فحوصات في شغلات في فحوصات في نفس المكان عندنا غرفتين للفحص مع الأطباء الأخصائيين في عنا محطة للتغذية السليمة في عنا محطة للتعليم على فحص التادي ومحطة للأشعة عشان يعلموا الناس عن الماموغرام ومحطة للرضاعة الطبيعية وستكون كمان في فقرة رياضية لتحفيز الناس على ممارسة الرياضة وأهميتها في الوقاية من السرطان شو هي الفقرة الرياضية؟ شو فيها تقريبا؟ رياضة عامة منها نوعا ما من التأهيل إعادة التأهيل بيعلموا الناس على الحركات تحت العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل جميل واليوغا في يوغا بعد مسوي ما شاء الله عليكم طيب رشيل حين بسألتنا عن يعني الفعالية سميتوها الأمل ليش سميتوها الأمل؟ لأنه دائما فيه أمل ما لازم الإنسان يقطع الأمل في العلاج لازم يعني نحفظ النساء أنهم لازم دائما وأبدا يدوروا على العلاج ويفحصوا نفسهم أول بأول عشان ما يوصلوا لا سمح الله للمراحل المتأخرة فإحنا هدفنا من كل الحملة أنه نوعي الناس بأهمية الفحص المبكر عشانك فيه أمل جميل جدا فيه كلمة أخيرة تبغي أن توجهينها رشا؟ بحب يعني أوجه كل الناس أنهم لازم دائما وأبدا يتوجهوا للعيادات الدكات الموجودين ونحن حاضرين دائما أن نساعدهم لو في أي شك أو لاحظت أي استغيير على جسمها أنها تيجي ونحن إن شاء الله في الخدمة إذن رشا اسماعيل ممرض أول قسم برامج خدمات المجتمع شكرا لكم تنظيم مثل هذه الفعاليات وزرع الأمل حقيقة في قلوب الناس شكرا لك الدعوة ما كانت عامة أو الدعوة عامة الدعوة عامة وبنفس الوقت إحنا وجهنا دعوة لجميع الهيئات والمؤسفات الكمية جميل إذن اللي حاب يشارك في هذه الفعالية من السيدات اللي يسمعونها ممكن يتوجهون إلى نادي زعبي الحالية أنتم موجودين وممكن يشاركون في هذه الفعالية أهلاً أهلاً في الجميع أهلاً فيك يا رشا اسماعيل ممرض أول قسم برامج خدمات صحة المجتمع شكراً جزيلاً لك وكل الشكر لكل العاملين على هذه الفعالية شكراً شكراً إذن مستمعينا من سرطان الثدي وهذه الحملة التوعوية نعود بكم إلى يعني واحد من المراكز اللي تابع لهية الصحة مركز متميز جداً استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات وأيضاً يعني استطاع بشكل كبير أنه يساهم في يعني تعزيز ثقافة المجتمع بهذا المرض و حسب ما أذكر أنه أن استطاعوا أنه على الأقل في إمارة دبي أنهم يتجنبون تماماً وصلوا إلى نسبة زيرو بالمية في يعني وجود مواليد يحملون هذا المرض هل هو وراتي مش وراتي كذا هذه كل ما نتعرف عليها الحين لكن رحبوا معي بالدكتور عصام ظهير أخصائي أمراض الدم الوراتية بمركز الثلاسيمية وأمراض الدم الوراتية هياك الله معنا دكتور هياك المستمعية طبعاً هو مرض معروف الكريار فالحين لكن نأخذهم بجولة سريعة ما هو مرض الثلاسيمية مرض الثلاسيمية ببساطة هو فقر دم فقر دم أنواعه كتير والناس دايماً بيكون عندها سوء فهم لموضوع فقر الدم في عنا فقر الدم المنتشر جداً 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 بين أطفالنا اليوم اللي هو بنتيجة نقص الحديد للعادات الأكل السيئة اللي هو متبعة بين أطفالنا والأسباب الأخرى اللي فقر الدم لأسباب مرضية نزف أي شيء إحنا اللي متكلم عليه الثلاسيمية هو فقر دم وراثي وراثي نتيجة خلل جيني موجود في الأب والأم زواجهم ما دول الاتنين اللي حاملين لهذه الصفة يؤدي لولاد الطفل مصاب لكن اللي حاملين هم المشكلة الأساسية في الموضوع ليس لديهم أي أعراض جميل يعني ما في أعراض معينة ممكن نحكم عليها على بعض الأطفال اللي تظهر لديهم أعراض معينة دكتور جسدية الواحد ممكن يقول أن هذا فيه عنده مرض ثلاثيمية مثلاً كطفل هو طبيعي المرضى الثلاثيمية سابقاً إحنا دائماً نواجه مشكلة إنك أنت هذا مريض ثلاثيمية مريض ثلاثيمية من دبي ولا بيش من دبي أو كي بتعالج في دبي ولا بيش بتعالج من دبي يعني هذه مشكلة أساسية كيف يعني المشكلة وين المشكلة أنك لا تستطيع أنك تحط معيار موحد لهذا الموضوع يعني بدك تحط مريض ثلاثيمية العناية المستمرة الصحيحة الكاملة موجودة عنا أدت إلى أنه مرضى ثلاثيمية ما بيكون عندهم أي عراض أي تشوهات في العظام الوجه في النمو في البلو في الأشياء هاي يعني من بين الأشياء يقولون في تغير لون البول مثلاً الصفرار الوجه هذه الأعراض الجسدية مثلاً انتفاخ البطن بطء النمو هذا جيد هذا الأم الأم لما مريض ثلاثيمية ولا ديولة الطبيعي ما عنده شيء مشكلة ما عنده مشكلة لكن الأم بتبتدأ تلاحظ شوية أعراض زي الشحوب هذا بتلاحظ على الشهر السادس من العمر هو سابع ثامن يعني ما عنده أي مشكلة فيها إذن مشكلتنا الأساسية أنه بتكون المعاناة بتاعت المريض تبدأ بعد فترة زمنية معينة من العمره المتشوهات هذه بتتم على المدى الطويل نتيجة نقص الهيموغلوبين صحيح فقر الدم صحيح النمو والبلوغ أعظام الوجه اللي هي مصنع الدم بيصير تتغير شكلها وحجمها فيه أنواع للثلاسيم يا دكتور آه هذا السؤال مهم بأخذ إجابت لكن بعد هذه المداخلة من هاشم المرزوقي تفضل هاشم بحكم الله بالخير بالنور والسرور كيف الحال؟ ما يسرع تفضل يا صيبين يا هلأ طال عمرك بس عندي استسارة صغيرة آم أنا ريال مالت وبعد قبل لأملك خذوا عني فحص الدم فحصت الدم وهذا وطلع عندي حامل مرض تلاسيمية بجأة يعني ما كنت أعرف أن حامل مرض تلاسيمية وحرمتي ما كانت عندها شي فأنا بأعرف أن هل هل الناس اللي يحملون مرض تلاسيمية يأثر مستقبلا إلا ما يأثر واضح السؤال دكتور تابت سأل أي سؤال ولا لك شكرا لك يا هاشم تسمع الإجابة إن شاء الله مرحبا مرحبا طيب تبغينا نرد ترد على سؤال أو على سؤال هاشم نحن نرد على هاشم ما نطلع فاصل بعد ما نرجع نتكلم عنه بالنسبة لهاشم هو أثار النقطة جيدة بتاعة الفحص قبل الزواج بالضبط هذه كانت كان محور كامل عندي أنا بس خلنا نرد على هاشم هو لازم هو اليوم حنركز على محور أنا بأيدك فيها نركز على الفحص قبل الزواج صحيح الزامية الفحص قبل الزواج قررت في 2006 بقرار من مجلس الوزراء على جميع مواطنين ومقيمين دبي دولة الإمارات يعني ما فيه أي عقد قران بتتم بدون مغير فحص قبل الزواج طيب الفحص صحيح نتيجته دكتور بتأثر على قرار الزواج من عدم الفحص المفروض لدينا ألزامية الفحص قبل الزواج وليس هناك أي ألزامية بعدم الزواج هذا القرار إذن الفحص الطبي لا يلغي الحب لا يلغي الحب والارتباط وهذه الكارثة لكن القانون يلزم أنه اللي عملوا الفحص إذا وجدوا أنه لتنين الراجل وعروسته حاملين لصفة المرض يجب أنهم يتوجهوا لمركز بمراكز متخصصة لتلقي جلسة استشارات عائلية ووراثية لفهم الموضوع وعشان نساعدهم في اتخاذ القرار السليم وعدم التسرع حتى لو أصروا بالزواج أنه نحاول نوضح لهم كيف يتحاشون يكون لديهم طفل مصاب بنسبة لهاشم إذا كان هو حامل الصفة وخطيبته سليمة سليمة حسن ما هو يقول فليس هناك أي مشكلة نهائيا ولا يحتاج أنه يعملوا أي شيء ولا يحتاج بس أولادهم في المستقبل إن شاء الله أنه أولادهم لازم ينفحصوا بعد عمر السنة أنه يشوفوا منهم اللحامل فقط ما عنده أولاد حيكونوا مصابين كل اللي حيكون عنده احتمال أنه يكون عنده أطفال حاملين لصفة المرض فقط جميل طيب دكتور نحن نطلع فاصل ونرجع نستكمل الحوار معاك إن شاء الله ونتكلم أكثر على موضوع فحوصات من قبل الزواج واحتماليات الإصابة بالثلاسيمية وأيضا نتكلم عن أنواع الثلاسيمية كذلك ونتكلم هذا المرض من وين يا أصلا شو تاريخه ففاصل مستمعين اللي حاب يتعرف على إجابات الأسل اللي طرحناها فمثل ما قلنا لكم تابعونا بعد الفاصل أرغام التواصل معنا 4006 للرسالة النصية 600551414 للاتصال فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي قبل الفاصل نتكلم عن مرض الثلاثيمية ومعنا فلسسوديو دكتور عصام الظهيرة خصائي أمراض الدم الوراثية بمركز الثلاثيمية والأمراض وامراض الدم الوراثية دكتور قبل ندخل في المحاور في سؤال بس يعني على المسج يقول السلام عليكم سؤالي للدكتور عن صفة وراثية تسمى الفرجال X إذا هناك أي بحوث حديثة تعالج هذا المرض أم العلاج السلوكي فقط هو حاليا الموجود بمحمد هو نفس الموجود حاليا شوه هذا المرض دكتور وبرضه مرض وراثي بأثر على الكروموزوم X وبأدي إلى أعراض كتير سيئة يعني في الأطفال لكن على علاج في الجديد يعني بس ما شو فرجال 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 X هو كروموزوم السهل التكسر أوكي وهو يصيب الدم بعد كذلك من الأمراض الوراثية طيب نرجع للثلاثين كان قبل الفاصل عندنا المستمع هاشم تكلم على موضوع وايد مهم دكتور أن كتب وهو الفحوصات ما قبل الزواج وطلع هو حامل للثلاسيمية وزوجتها سليمة أنت ذكرت أن هناك لا أمانع أنه يتزوجون وهذا بس بيحصلون أطفال حاملين للثلاسيمية صح؟ صحيح طيب الآن المعادلة شو هي دكتور كيف المعادلة ممكن نقول حامل للثلاسيمية مع حاملة للثلاسيمية 100% أطفال بالثلاسيمية مصابين أو كذا أو شو هي المعادلة عشان نسهل المعادلة احنا كل صفة وراثية في الإنسان لها زي مرور يعني صورة في المراية يعني كلها بتتمثل في جزيتين فإذا كان مريض النصين هدول اللي بتعون الصفة الوراثية اللي مصابين إذا كان حامل جزء واحد منهم بس مصاب يعني فيه الخلال والثاني سليم فأنت خمسين خمسين بالليم يبيقون هذا في الجزء الحامل إذا كان اتنين تزوجوا في عندي احتمالات لما بيصير تكون البوايضة وتكون الحامل منوي إنه النص من هذا ابن الزوج نص ونص 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 من المرأة فإذا احتمالية إنه حامل الصفة مع حامل الصفة يتزوجوا خمسة وعشرين في المية فقط إنه في كل حمل عندي احتمالاتي خمسة وعشرين في المية يكون الجنين مصاب خمسة وعشرين في المية الجنين يكون سليم مية في المية خمسين في المية يكون حامل يعني عندي خمسة وسبعين في المية إنه ما عندي مشكلة إذا كان سليم أو حامل ما عند أي مشكلة. مشكلتي في الخمسة والعشرين في المية أنه يكون الجنين مصاب. مصاب. اللي هي هذي في حالة اثنين حاملين. اثنين حاملين. طيب أحد الجهات اللي حامل. إذا كان واحد حامل يفرق ما بين الذكر أو الأنسة ما يفرق. لا. أي اختلف منهم يكون حامل للصفة. إذن احتمالياتي كلها تتوقف عند أنه النص عند الحامل في الصفة أنه يروح أداء احتمالاتها خمسين في المية أنه يكون عندي أطفال حاملين للصفة. وخمسين في المية سليم. يعني ما عنديش أي احتمالية يكون عند الطفل مصاب. أوكي. طيب. الحقيقة أنت الدكتور كنت أريد تتحدث على نقطة أنه لما يون عندكم المركز على أساس الجلسات التوعوية هذه للزوجين اللي يتخدمون أو العرسان اللي يبغون يتزوجون. فشو هي الفكرة اللي كنت أريد تتكلم عنها؟ يعني شوف يعني أنا فعلاً بكون زعلان جداً لما أتكلم عن النقطة هذه روعة قرار دولة الإمارات في 2006 المجلس الثلزة لما أقر موضوع الفحص قبل الزواج كان من أرقى القرارات اللي طلعت اللي تتماشى مع التطور اللي إحنا فيه والتنمية البشرية حقيقة وأنك تحافظ على صحة المجتمع وأفراده والأجيال القادمة صحيح يعني اتفاجأنا أنه مفهوم الفحص قبل الزواج أنه بتم الهدف منه أنه أنا تعمل الفحص إذا كان فيه عشان يعتمد الأوراق بس بالضبط فهو نسي يعمل الفحص بظلم 99% بينسوا يعملوا الفحص إلا قبل الزواج بيومين ثلاثة فبيجي بيقولك والله راح نعملنا الفحص وطلعنا اتنين حاملين بدنا الشهادة بس عشان العقد القراني شون الإدارية تنتهي طب يا أخي أنت أعملت الفحص وطلعت تنتهي لاتنين حاملين للصفة ماذا بعد بدك تقول له أنا يجيلي عشانس أعمل له جلسة استشارات تراثية المفروض أنه أعد أنصحه أنه ما يتم هذا الزواج لأنه في عندك مشاكل كبيرة جدا عندي احتمال 25% في كل حامل أنه يكون الجيناد مصاب معاناة أسرية عندي تكلفة مالية على الدولة عندي تكلفة معاناة على الزوج والزوجة عندي مشاكل اجتماعية لا تتخيلها عندي حالات طلاق أكثر من الطبيعي عندي حالات هجر أكثر من الطبيعي إذن عندي مشاكل لا حد لها إذن الحل هذا الموضوع أنك أنت أخي بتعمل الفحص قبل العرص بثلاثة أيام وبتيجي بدك تعمل جلسة استشارات خلاص هو يعني مستحيدي صار لك أنت مرتبط مع البنت سنة وسنتين وفي بعض وفي اتصالات وراحين وجايين وقررت وعزمت العمازين هل تتوقع يعني وبرضو ما تنسى الكلتشار تبعتنا البيئة تبعتنا في دولة الإمارات أو في الشرق الأوسط في الدول العربية بالكامل دولنا العربية كلها أنك إحنا عاطفيين جدا أكثر من أي شعوب أخرى صحيح يعني أنا سمعت اللفظ الجملة اللي بيتقول من الطرفين بدل مرة ألف أنه ما بيكسر بخاطرها وما بتكسر بخاطره يعني ما بتقول لأ عشان ما تكسر بخاطره هو ما بقول لأ بدناش نكمل الزواج عشان ما يكسر بخاطرها إذن أنت تتخيل أنه ناس تتحمل حياة مستقبلية بكوارث عشان ما تكسر بخاطره وهذا قرار دكتور يعني يريد بس يأثر عليك هذا راح يأثر على أولادك يأثر على الجيل البي فأنت تشير يعني ذنب ناس ثانين بعد كذلك دكتور تخيل أنه أنا بشوفهم أنا بشوف أنا قاعد في نفس المكان من ثلاثين سنة أنا بشوف اللحظة هادي وبشوف ما بعد يعني كتير من اللي عملهم جلسات وراثية وأصروا على الزواج وهي في عندهم أولادهم مرضى وبيتعالجوا في المركز موجودين لنا أهم شيء السعادة الذاتية سعيدين هو والله يقول لك النسبة الأكبر في عندهم مشاكل مشاكل سريع لا أنا لا أعيد السعادة الذاتية في هذا الموضوع لأنه في بداية هي نوع من الذكاء والوعي عندنا كأهل أنه نعلم أولادنا نعملهم الفحصات مبكرة شوية جميل نعملهم يا بدري شوية نخليهم قبل ما يتقدمي لحد لبنتي أن يكون بنتي حاملة ثلاثين أقولوا لا ولا ما تيجوا ولا تشوفوا ولا تسلموا أما تعرفوا النتائج خلي الولد حامل ولا لا صحيح إذن هذه ثقافة يجب أن تتواجد وبسيطة جدا أن الواحد يعززها وأن خلاص يعني مسألة يعني قرار الفحصات الطبية الواحد يطلع على هذا القرار المفروض أنه يعني يفكر ما بقول أنه يلغي المسألة لا يفكر في عواقب هذا الموضوع قبل أن يتخذ هذا القرار لأن القرار مش أنت ملزوم فيه حاليا لا فيه له تبعات للمستقبل وتبعات يعني بتغير مجرح حياتك كلها طيب دكتور من وين يا هذا المرض؟ فقر الدم البحر المتوسط اسمه أي لا هو فقر الدم البحر المتوسط أنه زمان لما في حكومة دوية في هيئة الصحة هذا في الثمانينات في آخر الثمانينات لما كنا مجتمعنا في ذلك الوقت أو لهم أسازتنا ومعلمينا اللي كانوا في الدائرة الصحة من هذا كل الوقت فمجتمعين عشان نعمل فكرة مركز للثلسيم فلما فلما واحد من الموجدين سأل فإيش الثلسيم فقر الدم البحر المتوسط قال يا أخي احنا خليج عربي إيش دخل كنت في البحر المتوسط تبين يا سيدي أنه كلمت هي الفقر الدم البحر المتوسط أخذت لأنه تم اكتشافها أو أول ما اكتشفت أو استعملت هذا الترمينولوجي في منطقة البحر المتوسط لكن هي منتشرة في خط في حزام اسمها حزام الثلسيمية وبياخد معظم كل حد البحر المتوسط دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا وبياخد كمان جزء كبير من أوروبا الشرقية مع يعني بس آسيا كلها تقريبا في هذا الحزام فهذه المناطق النظرية المثلة تبعتها اللي هي هو كل نظريات إنه احنا كانت هذه المنطقة منتشرة فيها الملاريا بطريقة قاتلة في هذا من إمئات الألاف من السنين مادي لأنه حسنية دكتور يمكن حتى زواج الأقارب دخل في هذا الموضوع بشكل أو بآخر لأن المناطق هذه معظمة يعني هو له دور أكيد بس هو مظلوم زواج الأقارب متهم مظلوم يعني هو الاحتمالية لما يكون أنا عندي أنا حامل صفة الثلسيم يعني معناها أنا مخدها يا من أب يا من أم يعني فمعناها إنه إذا خدت من الوالدي معناها إنه إعمامي احتمال يكونوا مخدين إنه مخدينه من أبوهم وأمهم صحي ويهت أنا خد فالإحتمالية صرت أعلى عندك في إنه يكون بنت عمك اللي أخدت تكون حاملة الله صلى الله صحي إذن هي لو يعني في هذاك الشخص المواطن زمان هذا برضه في التمانينات واخدها من ناتجالنا كان زوج بنت عمه ومخلف منها طفل والجسد جابين على العيادة بقول لي هذا مش رحل بنقوله هذا ثلاثيم يعني يعني لو بزين لو صار لو ما عندها ثلاثيم يجين عيال زينين فأنا كنتش فاهم الذكاء الفطري عند هذا الشخص يعني هو يمكن بش دارس بس عنده ذكاء فأنا بقول له طبعا فرحت الله ساب في العيادة فهذا بطلع بنت عمه وسابها بعد سنتين راح بتجوز بالهند يعني راح ساب المليار في الهند راي ساحك دكتور فهو انت ساب مليار الهند هدول واحدة من هناك وهي حاملة للثلاثيم وخلفنا ولدين تانين وحاملة للثلاثيم مصابين نحولون قوة الله بالله فإذن يعني فإذن موضوع زواج الأقارب آه انه له مسؤولية لكن لا يعني بالضرورة انه احنا نحمل كل المسؤولية جميل طيب دكتور انا عندي تقريبا ثلاث دقائق لهذا اللقاء ابغي يعني بعض الاشياء اللي ما تطرقت لها نختصرها ما ادري بترك لك المجال في الثلاث دقائق هذه شو اللي تبغي توجهها للجمهور شو اللي تبغي تتكلم عنه عن مرض الثلاثيمية استراتيجية منبثقة من استراتيجية صحة دبي اللي هي من استراتيجية حكومة دبي بالكامل احنا بنتكلم اليوم على هدفين مركز الثلاثيمية بيقوم بتوفير افضل واعرقى مستوى من العلاج للمرضى اللي موجودين ويعتبر من رقم واحد على مستوى العالم في في هذه الخدمة وفي نفس الوقت الخط الموازي اللي بيمشي بنفس القوة اللي هو التوعية والحد من انتشار المرض اليوم احنا عنا مركز التلاثيمية دبي يقدم خدمة مجانية لأي شخص في دولة الامارات مقيم او مواطن او حتى جاي زيارة وبدو اي استشارة في هذا الموضوع تقدم في مركز التلاثيمية مجانا لعشان نقدر نوصل لوعي وفهم لهذا الموضوع والحمد لله نجحنا فيها بشكل رائع جدا بالنسبة لمواطني دبي مواطني دبي كم وصلت النسبة للصفر بالمياه صح دكتور بين دبي اهل دبي المواطنين من دبي اه لكن للأسف نسمى حققنا نفس الانجاز في المواطنين لخارج امارة دبي وتمنى ان نوصل لها قريبا لانه كم النسبة الحالية تقريبا دكتور هو بش نسبة هنتكلم على عدد الحالات المشكلة الحالات اللي عنا فيه فيه حالات جديدة وعددها يعني مرتفع يعتبر او بش لكن احنا فيه عدد بتلقى الحين العلاج في الامارات الاخرى وفي مش عادرين نقدر نحصرهم بالكامل عشان نكون نحط استراتيجيتنا للحد من انتشار المرض لكن انا لدوله انه عملية التوعية والحد من انتشار المرض مهما كانت مكلفة فهي ارخص بكثير من ولاد الطفل مصاب الثلاثين اذا دكتور عصام طهير خصائي امراض الدم الوراثية بمركز الثلاثين والامراض الدم الوراثية نحن شكرين لك هذا التواجد وخلنا ننتقل يعني بالعودة الى خبر كنا نتحدث عنه اللي هو مبادرة القراءة للمستقبل هذه الفعالية اللي اعتقد دشنها معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهذه الصحة الآن في أبراج الإمارات في هذه المبادرة سوف يتم طرح بنجموعة كبيرة من الكتب الورقية والإكترونية فالزميل فيصل بن فارس موجود هناك ومن نتعرف على تفاصيل هذه المبادرة فيصل تفضل مرحبا محمود صباح الخير وصباح الخير على أخوان المستمعين محمود كم عندي كم دقيقة تفضل فيصل لأنا بخبرك يوم الوقت يخلص يالا طيب أنا حاليا موجود في أبراج الإمارات في مترعات المستقبل طبعا اليوم في فعالية جدا مهمة هي القراءة للمستقبل في تكلم معالي حميد القطامي رئيس الدزارة والمدير العام على أهمية القراءة وحس الموظفين أيضا والأطباء في الهيئة وأيضا الحضور على القراءة تماشيا ويعني حسب تعليمات كما تعلم أن 2016 هو عام القراءة والكل يجب عليها أن يقرأ وأيضا من الناس اللي شاركوا أيضا هناك السادة خالد الجلاف وأيضا معني بهذه المبادرة وتكلم عن أهمية هذه المبادرة الجميل محمود أن هناك أيضا عدد كبير من الأدباء حاضرين فيصل شو اللي صاير بالضبط هنا شو هي الفعالية شو الأشياء اللي تم إطلاقها من خلال هذه المبادرة محمود نحن تعرف نحن عدنا مكتبة راشد الطبية ومكتبة راشد الطبية من أهم المكتبات الفنية أو التي تتعلق أو مهتمة بالأمور الطبية نحن عدنا تقريبا ما يقارب 200 ألف كتاب محمود كانت بس مخصصة لموظفين الهيئة والأطباء وأيضا عدنا حدود 8 مليون كتاب إلكتروني وعدنا حدود 15 مليون مقالة طبية وعدنا أيضا مليونين يعني وصائط مثل الفيديوهات والأشياء المسموعة ومنها ممكن أيضا فيها عمليات مسجلة أيضا مكتبة مرئية مكتبة مرئية نعم الآن هذا كله متاح لجميع الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة إن كانوا طلبة أو إن كانوا مهتمين أو إن كانوا أطباء يعني عاملين أو إن كانوا في القطاع الخاص أيضا أطباء أو فنيين أو ممرضين هذه كل المعلومات أو كل يعني كل هذه الداتا اللي موجودة عدنا الآن هي متاحة للجميع ما عليك إلا أنك تدخل على الويبسايت وفي هناك يعني يوزر وباسورد متاح للجميع كل ما يقدر يستخدمه ما عليك إلا أن يدخل ويقرأ شو يوزر وشو الباسورد والله والله أنا حاليا ما متوفر عندي بس تأكد من نقطة أنه متاح للجميع لأن أبغي أبغي تأكد من هذه المسألة إذا هل هو متاح لفترة معينة ولا متاح على طول لا متاح للجميع أنا كان موجود عندي صراحة في أحد القصاصات بس لم يوجد حاليا عندي بتنزل في الأخبار وأيضا في السوشال ميديا بيثم الإعلان عنها عن اسم المستخدم وأيضا كلمة تسر هذا للجميع فقط في دولة الإمارات لأن تعرف محمود في بعض الكتب يعني في عليه حقوق خارج دولة الإمارات فممكن بس تكون في دولة الإمارات ممكن الناس تطلع على هذه الكتب وتطفح أخر شيء تبقى تقول فيصر طبعا من الأدباء الموجودين أيضا اليوم ومعالي الأديب محمد المر رئيس مجلس الوطني السابق وأيضا نتعرض على مسير في القراءة وكانت لسجار كثيرة يعني جميل أن الواحد يستمع لمثل هذه التجارب الفعالية لماذا مستمر فيصال الغاية 17.5 إن شاء الله لين 18.5 فيه الجساد حوارية بعد شوية حين معالي محمد المره اللي يتكلم بعد شوية بيكون فيه جلسات نقاشية بيكون فيها الأستاذ الأديب جمال الشحي مدير عام دار الكتاب للنشر وأيضا الأستاذ الأديب علي الشعالي مؤسس دار الهجهد للنشر وفيه أيضا بعدين فيه أيضا بكتورة عليا كلاداري أيضا تتكلم عن مبادرة عسر الهضم ممتاز يعني مغطين الأمور من جميع الجوانب طيب الزميل فيصل بن فارس نحن شاكرين لك هذه التغطية ونتمنى لكم أن توفيك شكرا جزيلا لك مرحب 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 إذن مستمعينا من يعني مبادرة القراءة للمستقبل نصل إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنى أن تكون حلقة خفيفة واستفدتوا منها على أمل أن نلقاكم بإذن الله في الغد في نفس الموعد ومواضيع جديدة ومتجددة فحتى ذلك الوقت يعني ما أملك لأن في الختام توجب الشكر لشايمة تنا كانت معنا في التنزيق اللي خراج عيسى سبيل وفي التغذية معكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر